اشتركوا في القناة الله يارب يكون يوم سعادة وهنا علينا كلنا كمصريين ويشوف بلدنا دايما تتقدم وادرة اللي هي تتغلب على كل المشكلات اللي بتواجهها خصوصا في الفترة الحالية في ظل تحديات كتير جدا بتواجهها لكن دايما عندنا ارادة وعندنا امل وعندنا تحدي عندنا طاقة ايجابية محتاجين ان احنا نتسبها في الفترة دي عشان نقدر نتخطى كل السعادة دي بارح تبات النموذج المخايا اللي كان معمول للشباب على غرار الحكومة الجديدة وقد ايه كان فيه افكار مبتكرة وقد ايه كان فيه يعني رؤية من الشباب تجاه المشاكل والقضايا القصة بالمقدمة وده الهدف من المحاكاة ان الشباب يتعلم المشاكل الموجودة يتعلم ازاي يتم حلها ونعرف كلنا ان فيه مشاكل يبقى حلها صعب ملازق او بيبقى محتاج قرارات جريئة او ان احنا نستحمل في زل الظروف اللي احنا فيها فدي بديرة كويسة طبعا انه يريد تنتشر كمان تبقى افضل في مكانهم صحيح خصوصا ان يعني اللقاءات لما بتكون مفتوحة ما بين الحكومة الحالية وما بين رؤية الشباب اللي هم دايما بيركزوا على المستقبل ان هم مستقبل البلد دي فمحتاجين ان يكون فيه نوع من التواصل واذا كان عدد الشباب اللي كان موجود 500 اللي احنا عندنا شباب كتير جدا عندنا شباب عنده افكار ياريت ان احنا يكون فيه نوع من التواصل ما بين كل الشباب المصريين اللي قادرين ان هم يفيدوا البلد اللي قادرين ان هم يبتكروا في حل المشكلات لان في الوقت الحالي محتاجين للأفكار الجديدة اللي نقدر من خلالها نتخطى كل الصعوبات محتاجين من كل مسؤول ان هو يكون دايما فتح بابه محتاجين ان هو يسمع ويعني يتقبل الافكار ويتقبل النقد بشكل جدير جدا علشان في النهاية نصل لهدف واحد كلنا وهو الصالح العام ويا رب دايما نشوف بلدنا اجمل بلد في الدنيا ودايما مصر جميلة بكل ولادها ان شاء الله ان شاء الله النهاردة عندنا مجموعة من الفقرات هنلتقي النهاردة مع حضراتكم والحقيقة يعني من خلال مصر جميلة بنلقي الدوق على شتاء المجالات البياضة والفن والثقافة والسياسة وكل المجالات وبنحاول دايما نركز على الايجابيات اللي بنجودة عندنا علشان نزودها ونحاول دايما ان احنا يكون عندنا طاقة امل جديدة باذن الله النهاردة هيكون معانا مجموعة من الفقرات النهاردة هيكون معانا نجوم وابطال من كرة اليد اللي قدروا ان هم يحققوا ويعني يحصلوا ويحصدوا على ميداليات هيكون معانا نهاردة كابتن مونة امين عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد وكابتن رامي عبداللطيف المدير الفني ايضا لكرة اليد ومعانا مجموعة من الافتال اللي حصدوا الجوائز ان شاء الله نلتقي بيهم النهاردة من خلال فقدتنا ان شاء الله هكون معانا كمان موضوع عن كتب الاطفال وخص الاطفال كاتب دكتور نزيح هيبقى معانا نهاردة عشان نكلم معانا اكتر من موضوع خاص بالاطفال وزاي نقدر نصلهم بطريقة تبقى مفيدة ليهم وكتابة الاطفال دلوقتي اتطورت ازاي الفترة اللي فاتت صحيح مهم جدا خصوصا في زل بقى التكنولوجي الحديث والافكار اللي بنهجها من الغرب زي ان احنا نتصدى لها من خلال كتبنا ومن خلال الادب المصري كمان نهاردة من خلال مصر جميلة نعيش معاكم مع فقدت شوية فن ونستمتع بالتنون الجميلة اللي بنقدمها لحضراتكم دايما دي فقراتنا اللي هنلتقي بيها خلونا ناخد فاصل بعد الفاصل نرجع على طول ونستقبل ديوفنا ونبدأ معاكم اول طقة من فقراتنا في مصر جميل